شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل هذه الأمور مش عارف أقول إيه الحقيقة ولكن أنا كواحد من الجمهور سعيد جدا 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 بهذه القرارات أعظم حاجة في الدنيا أن أنت يكون عندك مجلس إدارة واقف في دهرك عارف مصلحتك عارف أنت عايز إيه وبيعملك اللي أنت عايزه كله مش حاجة واحدة ولا حاجتين لا ده بيعملك كل حاجة وبيحميك وبيقول أن الجمهور سيرافق البعثة من أول البعثة لآخرها وحشتري التذاكر أنا اللي حشتريها يا كنادي أهلي وعلى فكرة ما استناش مثلا علشان الفلوس والكلام ده يقولوا مثلا يغلوا التذاكر لا 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 مش فرق معايا أنا اللي يفرق معايا حق جمهوري ومصلحة جمهوري وحماية جمهوري هو ده النادي الأهلي ما حدش يقولي التذاكر نافذت ومن دلوقتي هو قبل الهنب سنة قبل ما تتطبع وقبل ما يفكروا حطوا الرقم اللي أنتو عايزينه مش فرق معانا كنادي أهلي مش فرق معايا أنا اللي فرق معايا بس أنه أنا أخد حقي أخد حقي بس مش عايز حاجة تاني وحمي جمهوري اللي جاي قرارات قرارات تاريخية وعظيمة تستحق تستحق كل حاجة حلو شكرا يا كابتن خطيب على اللي حضرتك بتعمله للنادي الأهلي أنا عارف إن ده دوركو أنا عارف إن حضرتكو دايما لما يجي يتكلم الكابتن وقوله يا كابتن يعني بجد الحاجات دي كويسة جدا وهي له وإحنا متشكرين جدا كجمهور يعني يقولي يا ابني ده دورنا يا ابني ده دورنا ده دورنا لازم نعمله شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذه القرارات التاريخية شكرا للجنة إدارة الأزمة على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة